اشتركوا في القناة احنا هنتكلم بطريقة امريكية وطريقة بريدونية احنا هنتكلم بطريقة الامريكية وطريقة الامريكية عشان تبقى انت يعرفها عندك الاثنين الشهر الاول بتقول الشهر وراء مين وراء اليوم انت عندك ايه في التاريخ الايام والشهور السنين نخلي السنين كده في نص التاني من الفيديو ونخذ المصطلات من ده رحنا نتكلم فين في الشهر واليوم تمام الامريكي بيقول الشهر الاول وراء اليوم البرطاني البرطاني مش عادي ماشي يوم وشهر سنة بيقراها كده بيقراها يوم وشهر سنة انما الامريكي لا بيقرأ الشهر واليوم بيع كده السنة هم اتضلت من كده لابنشوف كده بيقلوه ازاي الاول حاجة بتقول الشهر عادي مش مشاكل جولاي واليوم بتاع التاريخ ده وراء قبل ما اقول التاريخ ده عايزها باستفهم ان انا في اليوم ما بينقولش العرقام اللي هي اكاردنال ارقام العادية واحد اتنين تلاتة تلاتة في الشهر خمسة في الشهر عشرة مش بتقول كده في الامريكا في الانجليش انت بتقول الصفة الرقمية اللي هو الاول الثاني الثالث عشر الرابع عشرة اليوم الخامس عشرة من سبتمبر السادس عشر العشرون من ديسمبر لبقى انت بتقول اي انا بتقول الصفة بتاعتها الرقم الاياه السفرة الرقمية تمام او الترتيب الرقمي يعني تمام ف guteلبينا tengan ايه بتقول Al5 من سبتمبر الثالث والى عشرون من يناير تمام مالك انت بتقول ايه بتقول السفرة الرقمية يمكن تنط Cuz the first الاول الجولاي mir the first يعني الاول من اليوم جولاي ساكت يبقى الثاني من اليوم يبقى نيل commit 19 assessment مثلا july 25 مثلا يبقى 25 lebihкихين يولئ مثلا july 29 يبقى نجيل هم يقول july 29 يعني 19 10 patreon من ايه من يال يبقى ليا انا أقول نيل الحS الأوال الرقمية 11, 12.10 على الشروب و هكذا تمام؟ البريطاني ماشي الزال بقال البرطاني بيقول الرقم الاول ماشي عادي ماشي بتتبع عادي هو اليوم والشهر والسنة فميقول ايه ادي اليوم مثلا ده ماشي كده يعني الاول من جولاي بقى مثلا بقال انت ماشي تتبع اليوم ماشي للشهر تمام بس الامريكانتو لازم تبعارفها اشخاص ماشي مع اي موفي او اي مهات بقى فهم و بقلها ازاي بقى الشهر او وراء اليوم بتاع في التاريخ قال ايه التاريخ ابسط من ده التاريخ فيه طريقة صعبة فيه طريقة سهلة ماشي مع اي مهدين يعني سواء دي اعودال طريقة صعبة ودين بيحدش بيستوضلها يعني غير قليل جدا لانت تقرأوا رقم رقم عادي مثلا 1,900 and 47 تمام او مثلا او مثلا 1,988 تمام او مثلا لا حدش بعدش بيقرأ اللي هو رقم رقم 1980 فش كيفش الكلام ده ايه الطريقة السهلة بقى ايه الطريقة علي يعني حيستخدمها مستخدمها يعني حيستعرفك في طريقة كلامك تمام ده خلاك سهلة عن نفسها اللي هو ايه جالك التاريخ كلها برد جسم ايه الجسم اتنين هبقل ايه بقل تسعتاشر سنة ساعتاشر عرب سبعة وعبعين بقل اكده سnapعاiper ايه ايه سنة تسعتاشر سبعة وعبعين واحد غطبا. تمام؟ اه فبقل ايه انها مسلا هنا مبنى كسمه مسلا بس هنا لازم انطق السفر. لازم انطقه من فعش نسيكه فبقل ايه اه اه او تويني او سري. الاسعب في دول بتقول اه مسلا يعني مسلا يعني سالة الفين واحد. ان كانت الاسعب قد في الفين دول وهو هاتو ساوزن واللي رقمه هاتو ساوزن وان تو ساوزن وان تو ساوزن لما يكون فيه اصفار عايز تقولها تكسمها عالية تقول مثلا تويني او وان تويني او سي كان ذكره هنا هتكسم ازاي؟ يقول نفس القصة تويني سبنتين كلا سنة اه الفين وسبعة عشر تمام؟ يبقى السابح حاجة في قراءة السنة بتاعتي التاريخ انها بتكسم السنة بالنص انها مرى فيها اصفار كتير زي سفرين او او ثلاث اصفار بتخليها عالية من غير قصة اصفار بقو مسلا تو ساوزن او ساوزن وان تو ساوزن سري تمام؟ لو في اه مسلا اه هو اتنين واتنين بتقول ايه؟ بتقول مسلا زي ما قلنا لهو نايمتين مسلا فورلي سيفر تمام؟ دعا في حاجة برضو صغيرة لازم بتتلقية تبقى تعريفها اللي هي ايه؟ عشان برضو هتشوفها كتير لما تلاقي التاريخ مسلا سنة الف تسعمية وابعين او او تمانين بيحضر بعدها اس ايه معناها؟ او ايه كان مسلا عشرين وقتلق اس او ثلاث 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 ا كان في حاجة معينة فيها نقول مثلا 1980s 1980s يعني في التمنينات كان بيحصل كذا مثلا 1930s 30s يعني في التلاتينات كان بيحصل كذا 1920s في العشرينيات كان بيحصل كذا أو ما تلاقي العشرين أو تلاتين أو أربعين أو فمسين أو لغاية عندك تسعين وبعدها اس تغيرت نياد في التسعينيات في العشرينيات ويحضرك ايه وكلها عالي تقول مثلا أبدا ما تقول 20s برنا ما تقول 30s تمام يقفت تسعينيات تمام؟ أبدا ما تقول 40s تمام في العربعينات تفهمها؟ يباعدنا كلا لو عندك التاريخ للسنة بتقسيمه الصين تمام؟ ولو عندك اللي عايز تقرأ من الشهور والأيام بتاعتها قال لي في الأمريكي بتقول الشهر وورا اليوم في البرطاني بتقول اليوم وورا ايه وورا الشهر وورا تمام؟ يقول مثلا July the first تقول the first of July تقول مثلا امريكي تقول مثلا July the second of July تقول مثلا July the ninth of July تقول مثلا July the ninth of July لو عشبك في الفيديو تستعمل like, comment, share وتسيك في الفيديو اذا كانت فينا سوى تسأل ازاي اقرأ التلح بتاعي او ارقام فيعيد الطلب دا يعني يلوس like عشان فاضر حنا نزل نصر حانا كنت تمام؟ فالو عندك طلب تاني احط في ارقام بتاعكم عشان اجواركم مرا دورنا مرسل شفماركي